تطور مثير للقلق في الموقف السعودي يصف الشرعية بالفصائل ويتهمها بعرقلة محادثات سرية تجريها المملكة مع الحوثيين فقد نسبت وكالة رويترز لثلاثة مصادر وصفتها بأنها قريبة من المحادثات الجارية بين الرياض والحوثيين القول إن من أسمتها فصائل في الحكومة اليمنية المدعوة من السعودية آثارت الاضطرابات في محاولة لتقويض المحادثات خشية أن يضعف التوصل إلى اتفاق موقفها في أي مفاوضات أو ساعة الأمر ينصرف على الأرجح إلى التطورات العسكرية التي حدثت خلال الفترة الماضية في جبهات رئيسية للقتال أبرزها جبهات نهم وصرواح والجوف ليبدو الأمر وفقاً للمصادر الثلاثة وكأنه سلوك يجري خارج الترتيبات والأولويات السعودية تكمن خطورة هذه التصريحات المرجح أن تكون لشخصيات سعودية في أنها تعيد تعيين أطراف الصراع ضمن خطاب سياسي وإعلامي جديد يتحول معه معسكر الشرعي الذي يوفر الغطاء للتدخل العسكرية السعودية في اليمن إلى مجرد فصائل تعترض طريق التفاهمات السعودية مع ندها الأصيل في اليمن وهو جماعة الحوثي الإنقلابية توصيف يتطابق مع الموقف السعودي في الأزمة الليبية التي تدعم فيها الرياض طرفاً متمرداً يشبه الحوثيين تحولت أمامهم حكومة الوفاق الشرعية إلى مجرد فصائل وميليشيات إرهابية إعلام الحوثيين كان قد استبقى هجوم الميليشي الكبير على نهم والجوف بخبر مفاده بأن السعودية تعزز هذه الجبهات بهدف مهاجمة العاصمة صنعاء على نحو يفسر كيف ولماذا خرج الحوثيون من محادثاتهم من خلف الأبواب المغلقة مع السعودية ليستأنف هجماتهم في العنق السعودي على نحو يفند رواية المصادر الثلاثة بشأن المتسبب في تقويض محادثات يبدو أنها تركز على الأولوية السعودية أكثر من أي شيء آخر فتصريحات كهذه لا تختلف كثيراً عما ردده الخطاب الإعلامي المدعوم من السعودية والإمارات والذي حمل الإصلاح على وجه الخصوص مسؤولية تسليم جبهة نهم الحوثيين وهي تهمة يفضحها سلوك التحالف السعودي الإماراتي وتخاذله في دعم الجيش الوطني الذي يعاني من شحة في الإمدادات وحرمان من المرتبات ومن استهداف يصل إلى حد الحرب النفسية بالتخوين والاتهامات بالخوار وعدم القدرة على تحقيق الانتصارات